صباحكم زملائي في الاستوديو صباح الخير على جميع مشاهدي قناة زاكروس وتحديدا برنامجنا اسمات زاكروس رجعنا وياكم من جديد فقرة جديدة اليوم راح يكون موضوعنا أو فقرتنا تخص الاستثمارات في إقليم كردستان مثل ما تعرفون زملائي ومشاهدينا حكومة إقليم كردستان قامت بتسهيلات عديدة للمستثمرين المتواجدين العرب والأجانب أتواجد أنا حاليا في إحدى المطاعم المعروفة في مدينة زاكو لكون صاحب أحد المستثمرين الأتراك راح يكون إنا حديثه يا مرحبا شلونك شون نشوف التسهيلات اللي قدمت حكومة تقليم كردستان قصة للمستثمرين العرب والأجانب صار لأربعة عشر سنة من جينا من تركيا من هذا الشتغل ممنون نحن من حكومة العراق لكردستان لشان أحد من صاني لا مشكلة على حكومة لكردستان كل شي زين كل شي باش كل شي باشيرين ما لنا مشكلات باعتبارك أحد المستثمرين الأتراك واجه الصعوبة يعني بتقديم الإقامات أو مثلا التسهيلات باعتبارك استثمرت تلوسك بمناطق لك نحن نبتلعنا إقامة وما مشكلة على إقامة أيضا نرحنا لدى الحكومة ونبتلعنا مشكلات على إقامة ونبتلعنا نورمال كمالة عراقية مرحبا شون نشوف الاستثمار بقليم كردستان واعتبارك أنت مستثمر جاي من السعودية شنو العوامل اللي أدت إلى تريد تستثمر بمناطق أقليم حقيقة يعني الأقليم يتمتع بسمعة جدا ممتازة وهذا الكلام مو على مستوى السعوديين والخليجيين على مستوى جميع العرب أهم شيء بالاستثمار أنه عندها مستقرار في قوانين في دولة تحترم قوانين تحترم مستثمرين فماشاء الله بلد ممتاز في عدة مجالات كثيرة مجال الجراعة ومجال المعامل يعني كثير عدة مجالات كثيرة ونتمنى إن شاء الله التوفيق والازدهار لإقليم كردستان نتمنى إن شاء الله أن الله يحفظ هذا الإقليم هذا وهذا الإقليم نجاح وزود ومنزودنا حنى حنى بالنسبة لنا كعرب داعمين لها مدعمين للإقليم ودعمين للحكومة الإقليم مدعمين لأخوان الأخراك وعشاء الله إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله وتمنيات لكم بالنجاح شكرا جزيلا طبعا مشاهدين مجرد التفكير باستثمار أموالك يعني يحتاج إلى خطة مزفقة ويحتاج إلى عوامل ملامة العديد من المستثمرين العرب والأجانب وجدوا هذه العوامل متواجد مناطق أقليم كردستان وخصوصا مدينة الزاخو التي تعتبر من إحدى المناطق الحدودية الاستراتيجية المهمة مشاهدين لا ننسى الأمل والاستقرار السياسي المتواجد من مدينة مناطق أقليم كردستان كلها عوامل ساعدت جذب المستثمرين العرب والأجانب بمناطق الأقليم كذلك يعني لا ننسى طبعا التسليلات التي تقدم حكومة أقليم كردستان للمستثمرين كلها شجعت على جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى مناطق أقليم كردستان مشاهدين وصلنا وياكم ختام جولتنا لهذا اليوم كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج نسماء زاكروس